نروح لناشئ السلة تحت 18 سنة الاهلي هزم الزمالك وفاس بالبطولة ده احد الكويس السبعة اللي قلتها لحضراتكم في الانترو ودي لقطات من المباراة طبعا الفريق ده بقاعدة كابتن ياسي بالفتوح وخلينا اقول معاكم اقول لكم انه المباراة خلصت 74-72 والمباراة دي كانت مباراة فايسر يعني الاهلي خسر مطش من الاتحاد والزمالك خسر من الاهلي فرحوا لمباراة فاصلة لمباراة الفاصلة دي تلعبت النادي الاهلي كسب 74-72 بسكت ده يدللكم ان المباراة كانت صعبة والفوز جي في اخر سنة يمكن الف مبروك كابتن ياسي بالفتوح انا عايز بس اقول لكم حاجة كابتن اسلام علي اللي كان ضفي الحلقة اللي فاتت هو اللي كان مسك الفرقة دي السنة اللي فاتت وكان كابتن ياسي بالفتوح هو اللي كان مسك فرقة كابتن اسلام علي قبل طبعا توقف كورونا لما حصل تغيير الاتنين مدربين الاتنين كسبهم يعني المدربين ده مسك مكان ده وده مسك مكان ده الاتنين كسبهم فما فرقش اي حاجة دي السياسة النادي الاهلي بالذات في الناشئين بيمشي بالسياسة عامل طبعا سيد صبر رئيس الجهاز دي حاجة تتحسب ليه جدا 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 ان حتى بعد تغيير الجهاز الفقني للفرقين وحصل سواب ما بينهم او تبديل ما بينهم الفرقتين خدوا البطولة الف مليون مبروك وخلينا نعد سبع كقوس تلت مدليات واحنا معاكم كل حلقة هنقول لكم الجديد ايه طيب فريق السيدات اللي الحقيقة قلنا مرانا وتكرارا فريق السيدات كرة السلة بقيادة الكابتن علي هاشم مرانا وتكرارا قلنا ان الفريق ده اكتر فريق استفاد من التوقف احنا شايفين لقطات ارشفية من الفريق من مبارياته كانوا بيلعبوا اليوبلوس في المباراة دي طبعا لما اخذنا المركز التاني في القرع بتاعت الادوار الاقصائية جيه في سكتنا التأمين فوزنا 2-0 احنا بنلعب في الرجال بيستو 5 او احسن 5 ماتشاط اللي يقل البدانية بتفرق بين البنات والولاد النتيجة المباراة الاولى خلصت 79-46 المباراة التاني 65-54 اتنين صفر اتأهلنا المباراة اللي بعد كده عشان نقابل هليوبلس هيبقى في قبل النهائي هيبقوا 3 مباراة ان شاء الله هيبقوا صعبين الفرقة محتاجة تركز هليوبلس خات كاتس مصر النادي الاهلي ما شاء الله فرقة وقف على رجليها طبعا يعني اكيد كلنا سمعنا ولسه طبعا وقت الاعلام مجاش في صفقات جديدة فريق وردة السلوة سيدات ان شاء الله انا بتوقع له باذن الله ان شاء الله ماشي على تركز مصبوط نتمنى نروح بيهم البيتولة افريقيا زي ما شفنا يعني في النهاية السيزن اللي فات ان احنا خدنا الفضي الفضية في بطولة افريقيا انا بتوقع الفريق ده لو تم المحافظة عليه ان شاء الله ومشينا بالسابت ده خدنا البرونزية هنروح على المادالية الزهبية بطولة افريقيا بإذن الله زي الرجال المترجم للقناة